تتجه الجزائر إلى إحياء مشروع طاقة الشمسية الأضخم على الإطلاق والمعروف باسم ديزارتك فما هو هذا المشروع؟ ديزارتك هو مشروع لطاقة الشمسية في شمال إفريقيا مقترح من قبل مؤسسة ديزارتك التابعة لنادي روما حيث تتجاوز تكلفة الاستثمار به 400 مليار يورو ويعتمد على الطاقة الشمسية الحرارية على أن تصدر الكهرباء المنتجة من هذا المشروع إلى أوروبا كما تستفد منها دول شمال إفريقيا عاد إذن مشروع ديزارتك للواجهة من جديد بعد أن غاب لفترة تقارب العشر سنوات لم تولي الحكومات المتعاقبة فيما مضى أي اهتمام له ليعود في العالم في الصحراء الجزائرية إحياء مشروع ديزارتك لإنتاج الطاقة الشمسية في الصحراء الجزائرية ما سيمكن من تصدير الكهرباء نحو أوروبا وإفريقيا وكذا يدر الملايين من الدولارات التحدي الجديد للجزائر أن استهلاك الطاقة في الجزائر راه في ارتفاع مستمر يعني إذا تجسدنا مشاريع كبيرة بحجم ديزارتك رح يسمح لنا بشيئين مهمين الأول هو تحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقوي هذا شيء مهم والشيء الثاني هو تصدير الطاقة إلى الخارج ويجب عملة صعبة لازم الجزائريين والألمان يلقوا حل هم لازم يتفهموا يعني حاجة ضرورية وحاجة لفايدة ماشي الجزائر والألمانيا فقط ولكن أوروبا كاملة الاستفادة من هذا المشروع هو أن الجزائر ستقوم بتصدير الكهرباء وهذا ليس شيء صغير كبير لأنه سيقوم برفع في الميزانية العملة الصعبة للجزائر وسيكون إن شاء الله مشروع كبير للجزائر ومشروع تاريخي للجزائر لأن ألمانيا تريد أن تستثمر في الجزائر في هذا المشروع بالذات إنجاح مشروع ديزيرتاك لإنتاج الطاقة الشمسية يستدعي إرادة سياسية قوية وإعادة دراسة تكلفة إنجازها والقوانين المحيطة بهذا النشاط الاقتصادي لتفادي تجميده من جديد لسنوات أخرى كل المشروع هذا يقدر بأرفع أربعمائة مليار دولار اللي ما كاناش نعرفه شكونا راح يتحملها يجب أن إعادة قراءته بالنسبة لمعطيات الجزائرية إذا حبينا نجسده ولكن كان مشكل آخر أو عامل آخر هو نعاود نقول لي يعني القوانين المحيطة بهذا المشروع لأنه لازم لك أكثر من ربعين كيلو متر مربع لازم ثاني باش تاخذ ترانسبورد بالكابل إلى آخره المنطقة اللي هي يعني راح يكون فيها ديزرتك هي منطقة عين من الناس لأن السمش هناك في الناحية هذه في العالم من قبل أوروبا هي أطول وقت في النهار وبصفة كثيفة يعني الصحراء الجزائرية أكبر الحقول الشمسية في العالم تسجل فترة عزل تقارب أربعة ألاف ساعة وطاقة إنتاجية تقدر بخمس كيلو واط في الساعة كحد أدنى لكل متر مربع قدرة إنتاجية تسمح بتصدير الكهرباء إلى أوروبا كمرحلة أولى عن نفطي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر